تابعوا هذا الفيديو على قناتي في هذا الفيديو جبت لكم امتحان الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الرابعة متوسط نبدأ على بركة الله بالفيديو عندنا الوضعية الأولى جاء في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غاية فإن لم تكن تضاه فإنه يارك استظهر الحديث النبوي الشريف مع ضبطه بالشكل التام اجتمل الحديث الشريف على مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان عرفها لغة من أركان الإيمان الواردة في الحديث الشريف القدر اذكر مراتبه دون شرح الوضعية الثانية قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله عرف العمرة لغة وشرعا بين الميقات الزمني لفارضة الحج ومناسك العمرة صنف ما يأتي حسب الجدول واجب على القادر سمعة مؤكدة ينتهي بتحلل واحد بعد إتمام السعي بين الصفا والمرأة عندنا الحج عندنا العمرة الجزء الثاني الوضعية الإدماجية السياق بعد دراستك لقصة موسى عليه السلام أثناء دعوته تأثرت كثيرا لصبره وعزيمته من أجل الدعوة إلى الله الشيء الذي جعلك تقترح على زملائك إعادة القصة في ساعات تغيب أحد أثث ذاتك السناء قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الأحقاف 35 التعليماء أكتب موضوعا تتحدث فيه عن موقف موسى عليه السلام مع فرعون مستشهدا بما تحفظه من نصص شرعية تاكرا أهم الدروس والعبار لدينا في إجابة نموذجية استظهار الحديث النبوي الشريف كتابيا مع ضبطه بشكل تام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال سدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشبه قال سدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه المسلم التعريف اللغوي لمراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان الإسلام لغة الإنقياد والخضوع والاستسلام لله تعالى الإيمان لغة التصديق والاعتقاد الجاثم الإحسان لغة من الفعل أحسن بمعنى أحسن وأتقن أو أجادة وأتقن هنا أرام قالوا لهم بل يديروا تعريف لغوي يعني دجه وش رط لهم تعريف لغوي وكان يدكر لك فقط يدير لي تعريف أحد تدكر له تعريف اللغوي وتعريف الشرعي أو الاستلاحي نرحضك إلى تعريف العمراء لغة هي الزيارة يقال اعتمر فلاناً اتزاره شرعاً هي عبادة ذات إحرام من الميقات والسعي بين الصفا والمروى والضغاف بالكعبة الميقات الزماني لفرضة الحج ومناسك العمراء الحج يبدأ وقت الحج من أول يوم في شهر شوال إلى غاية نهاية أيام التشريق 11 أو 12 من شهر ذي الحجة أو 13 من شهر ذي الحجة العمراء تؤدى في سائل أوقات السلامة عدى يوم عيد الأطحاء والأيام الثلاثة موالية له التصنيف الحج واجب عن القادر العمراء السنة مؤكدة ينتهي بتحلل واحد بعد إتمام السعي بين الصفا والمروى لأن الحج ينتهي بتحللين والحج هو واجب ليس مثل العمراء التي تكون عبارة عن السنة بالنسبة للوضايا إدماجية التعنا سوف نحاول كيفية ندير وضايا إدماجية بالإنقياد بهذا الجدول اللي تشوفوا فيه أول حاجة لازم تكون ندير في الوضايا الإدماجية حي يضعون لك هذا الجدول هذا الجدول هو اللي حين نقطع له هما ما مشوا حين نكتبهه لك في السورجي بعد أن تكونوا تصحوا رح تشوفوا الأستاذتكم هذا الجدول رح تنقطع لكم عليه بكافة أنواع الوضايا الإدماجية فيه معايير وفيه مؤشرات المعايير اللي المعايير سمعتها من أنك لازم تدير هذا الحوايج لازم تدير هذا الحوايج تاع الملاءمة الإنسجام سلامة اللغة الإبداع والإتقان والمؤشرات هما الحوايج اللي أكد لي بللي درت هاد المعايير يعني كي تحترم حجم الموضوع رك دخلت في الملاءمة يعني طبقت لي معيار الملاءمة كي سرت موقف موسى رك دخلت لي ذاني أو دخلت في موضوع الملاءمة واحترمت معيار الملاءمة بشكل كلي كذلك في تسلسل الأفكار يعني كي درت هاد المؤشر كي تشوفوا الأستاذة بلاك من تسلسل في الأفكار داعك وعندها ترابط كيف أتعرف بللي متسلسلها ومترابطة بحروف العاطف الوا والفا ثم حتى أو أم يعني هاد الحروف رح تعرف بللي راك متسلسل في الأفكار ومترابطوا بللي كي تقول ذهبا مثلا نحكيه على جملة بسيطة مثلا ذهبا عمر إلى المدرسة استيقظ قبل الاستيقاظ يعني لازم يكون عندها متسلسل في الأفكار وترابط يعني تكون مربوط بالأفعال لك تستعمل فيها مثلا درس استيقظ ابدأ بالاستيقظ اولا بدأ تروح للذهابة بدأ تروح للذهابة اولا بدأ تروح الاستيقاظ هذا روي من علامات انك بدأت تسلسل الافكار وتربطها غير حروف العطف الغير موجودة يعني هذا داخل في تسلسل الافكار كذلك احترام المنتوج التعنى ولا الموضوع التعنى دائما في التربية الإسلامية يعادل اثنى عشرة صدرا فقط لا يتجاوز اكثر من هذا ولا يقل عن هذا يعني كي يقولك نصدر نصدر محسوبين قد قد حتى اللابوان في نار ما تكبر خطك ما تصغل خطك ما تحشر خطك راح يكون خط نورمال وراح تدير الحجم متاع الموضوع التك بخطك العادي يعني ما تكبرش بزاعة باش تبان بريدرت المنتوج كبير ولا ما تسغلش بزاعة باش تحشر الكلمات وتبان تاريك بريدرت وضعية إدماجية فيها تنصدر بصح الكلمات راحهم بزاعة وكثيرا هذه الحاجات تانيك حضرك في المنتوج من أصلا المنتوج ما عليش بزاعة نقطة عليه نصف من نقطة لهذا لو كم ما تكونش احترمتو يعني راح يروح لك عليها نصف من نقطة كذلك اهنا قالك لسعود الموقف موسى عليه السلام عفرعون ومستخلصا منه أهم الدروس والعبر ومستشهدا مما يحفظه من نصص شرعية تبدأها بمقدمة الدير عرض وبدأت راح يدير خاتمتاك يعني لازم تكون متسلسل في الانسجامتاك ورب الملاءمتاك عندك توظيف المصطلحات الإسلامية للحقل الدلالي يعني تذكر حوالية إسلامية حدثت مع موسى وفرعون مصطلحات إسلامية مثلا راح نعطي لكم مثال ليست من موقف موسى وإنما مثال خالجي مثلا الجناء النار هذا هو مصطلحات إسلامية تقدر تكون في الحقل الدلالي لانساك كذلك سلامة اللغاء ليكون فيها احترام قواعد النحو والصرف اللغوي والإمداء واحترام علامات الوقف وفي الإبداع والإدقاء راح يكون فيها احترام منهجية العرض يعني مقطمة عرض خاتمة وجودة الخط وتنظيم الورقة يعني يجب أن يكون الخطتك واضح لا تستعملش لي فاسوك بالساف وتكون منظمة الورقة والسطولتك قد بعضهم وكل شيء قد بعضهم عندك عنوان عندك عرضة عندك خاتمة تخلي البيض تكون منظمة بطريقة مليحة والجودة الخطتك تكون مليحة هذو كامل حياتي ولكم معليهم في الجزء الثاني ويعطيك عليها ثمانية تمنى الفيديو نالعجبك وستفتو منه ولو بالقليل تلقوا في الفيديو